اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد او حلقة جديدة من برنامجكم رؤى واحلام تقديم فصيرة الاحلام هند عبدالهدي النهاردة معايا فيديو ليكم بيفصر لكم رؤية الجن مش رؤية الجن بس لا انك تستعيز بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم منه في الحلم يعني ان الواحد اول ما يشوف الجن كده يقول اعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم الحلم ده حلو جدا 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 وحط تحتها مئة الف خط يعني انت في حرز الله يعني انت في حصن ربنا عز وجل يعني انت ربنا مقوي ايمانك انك انت قدرت انك لما شفت الجن استعاست بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم قلت اعوذ بالله العلي العظيم فربنا هيكرمك وهيحصنك من عنده بس انت كمان تفضل لو بتصلي بتقطعش الصلاة لو بتقرأ قرآن اقرأ قرآن اكتر لو بتحاول تحفظ القرآن ربنا ان شاء الله هيقويك ولو ولو دي كتير في طريق الايمان يبقى معناها ان ربنا عالم بالجوايا وقد ايه انا بحاول اطيعه وقد ايه هو رجي علي وبيحاول يحفظني من اي شر ممكن يحيد بيا لان رؤية الجن في حد ذاتها هي رؤية مزمومة جدا ربنا يكفينا شرها طب لو جالج بقى الجن ده وبيتحك في الحلم ومبتسم قوي يعني تلاقيه صوته ده بيجلجل كده هو بيتحك او بيبصلك وهو مبتسم او بيبصلك وهو مبتسم معناها ايه؟ معناها انه قدر يضحك عليك معناها ان ربنا بعيتلك بيقولك شفت الجن او اللي هم متماسفة في شكل الشيطان ده ضحك عليك يعني خلاك اتبعت طريق الشهوات والمعاصي يعني انت عصيت ربنا بقدر ان ربنا بعثلك رؤية بيقولك من قدر الرزائل او المعاصي اللي انت فيها او عصيانك ليا الجن مبتسم طب هي دي رؤية وحشة قوي اه هي وحشة بس كويسة في نفس الوقت نرجع ونقول تاني ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيورينا حاجة في الحلم او في المنام عمتا بتبقى فيها رسائل تبشرية او تحذرية هنا ربنا بيحذرك بيقولك فوق ارجع عن طريق الخطأ اللي انت فيه يبقى رؤية الجن بيدحك يبقى انت كده عاصي ربنا في شيء حاول انك ترجع عنه وتستعيز بالله العليل عظيم طب لو شفت بقى الجن دوت بيبكي يبقى بسم الله ما شاء الله الحمد لله ربنا اكرمك وانت فضلت كده مؤمن وفضلت بتتقي الله او انه تعرض عليك شيء هيخضب ربنا وانت الحمد لله الحمد لله استعزت بالله ومعملتوش فهنا كده ربنا بيقولك يا عبدي انت في امان او انت على الطريق الصحيح طب ان حد يحلم ان هو الجن ده دخل جسمه ربنا يا رب يكفينا شر الرؤية دي كلنا لان الرؤية دي حاجة زي ما هي ارتكاب معاصي وزنوب ولكن معناها ان دوت سحر بي عشان كده بقول ربنا يكفينا شر الرؤية دي لاما هيبقى مس ومس جديد جدا من الشيطان او من الجن او انك تحلم بان الجن نفسه دخل جسمك وتملك منك فده سحر وسحر شديد عليك قوي فهنا بتبقى انت ربنا بيقولك سبحانه وتعالى انا بعثتلك اهو في منامك الوضع اللي انت فيه فبيقولك ابحث عن العلاج وما خارج القرآن فهو باطل يعني انت لو شفت الحلم دوت اعرف انك انت لازم تحصن نفسك هتحصني نفسك ازاي هتحصن نفسك ازاي بالرقية الشرعية لو كتبتم على جوجل الرقية الشرعية هتجي لكم الايات بالترتيب وكيفية كرائتها هتقروها زي ما هي مكتوبة ده اللي مش عارف واللعاء او اللي مش هيعرف يدخل على جوجل كده لو راح لأي شيخ جامع وقال له انا عايز ايه هي الرقية الشرعية هيجيبه لو اشترك كتاب من الناس اللي قاعدة على الرصيف مكتوب فيها الرقية الشرعية هتجيبها وهتقراها فاللي بيسأل مش هيغلب وهيوصل للحل بس حلك يكون بالقرآن والتحصين بذكر الله يبقى دخول الجن الجسد معناها سحر او مس ربنا يا ربي كفينا كلنا شر الرؤية ديت ويا ربي بإذن الله نكون نايمين في حسن ربنا وعشان ما تشوفش الرؤى ديت او الرؤى السيئة ديت انت تستعيز بالله قبل ما بتنام بتقول اسكار المساء وبتقرأ كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس والفتحة وكل والله واحد وقاية الكرسي كل واحدة فيهم سبع مرات قبل ما بتنام وبتسلم أمرك لله وبأمر الله ربنا يجعلنا كلنا نشوف منامات خير ومنامات طيبة والحد هنا يبقى انتهى معانا حلقة النهاردة او فيديو رؤية التعاوذ من الجن في المنام الى اللقاء في فيديو اخر من برنامجكم رؤى واحلام تقديم هند عبدالهاج